اشتركوا في القناة 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 بواسطة طبيب الاطفال وبتكتشف بممكن بمشاكل كتيرة جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أياس عارف من حضرتك ايه اللي بتعتمد عليه في التشخيص الحالة إذا كان عندها مرة خلقية في القلب أو لا على حسب أول حاجة عمر الطفل تاني حاجة على حسب الدكتور الأطفال شك فيه ايه العرض اللي شافه وبالكشف من وسط طبيب قلب الأطفال هيشوف لهوا في نبض في الرجلين ضعيف أو مش موجود دي حاجة خطيرة جدا اشتباه ديء في الشرين الأورثي دي حاجة خطيرة جدا لازم تتعامل معها بسرعة في نهجان شديد جدا في نهجان في الرضاعة أكتر من الطبيعي الطفل ما بقاش يرضع زي الأول أو أساسا ما كانش بيرضع كويس غير أخواته رغم أن الأم عندها ربنا كريمها بلبن كميته كويسة ضربات القلب سريعة قوي الأم حسها وهي رضاعة حس أن قلبه بيينهج جدا بيتسارع ضربات القلب في زرقة أو لو في عرق على الجبهة والطفل نايم بالليل ورغم أن ملخيره مش مسدودة لازم الأم تبقى أي حاجة من العراض دي تنتبه وتروح لطول الأطفال على طول أو الدكتور طبيب قبل الأطفال طيب دكتور هاني أكيد حقيق عارف أن المرض السكري موجود عند نسبة كبيرة قوي من الشعب المصري السيدة المصابة بمرض السكري هل بتزيد بالنسبة إصابة طفلها بأمراض كلبية؟ وليه؟ الأم اللي عندها السكر قبل الحمل هي وارد أن يجي لها السكر بعد الحمل مؤقتاً ويستمر معها أو بس بوقت الحمل لكن لو الأم عندها السكر قبل الحمل احتمالات أن الطفل عنده تشوى خلقي بتزيد طيب إزاي نقدر نكتشف الموضوع ده أو نقدر نقي نفسنا منه؟ هو أكيد اللي بيحصل أن الأم مهمة أو يتابع مع دكتور النسا أثناء الحمل كله وهو اللي بيبقى بيرشتها أن التحليل اللي تتعامل عشان يتطمن أن ما عندها السكر ما تزبط نمرة واحد طبعاً لو هي ما عندهاش سكر يبقى مع دكتور النسا وهو اللي بيزبط كل الحاجات دي ويتأكد أن الحمل لا ما جلهاش أي ارتفاع في السكر سواء في الجزء الثاني أو الجزء الثالث من الحمل أو لو هي أصلاً عندها السكر يبقى لازم هتتابع ما بين دكتور السكر بتاعها ودكتور الحمل طول وقت الحمل على أساس طبعاً مجرد وجود السكر ده حتى لو متزبط فيه احتمالية خطورة أكتر من الطبيعي لكن كل ما نزبط السكر على مدار الحمل كله بالذات في أول ثلاثة شهور بالذات ما يحصلش نقلل نسبة حدوث تشوهات في القلب الجنين وعلى مدار الحمل نقلل نسبة حدوث تدخم في عضلة القلب طب خليني أسأل حضرتك سؤال شخصي لهي أنا في كتير من أطباء النساء والتوليد اللي جم حضروا في فرنانك دار الطبيعي في الحلقات السابقة قال إن فيه تحليل جيني ممكن يتعامل للمولود أو للجنين قبل ما يتولد طبعاً عشان أقدر أقول إذا هو حيتولد عنده أي تشوهات خلقية ولا لأ هل أقدر إن أنا أقول من ضمن التشوهات الخلقية اللي حيبانت في التحليل الجيني التشوهات الخلقية القلبية هو فيه تحليل جينية لو اتعاملت وطلعت موجبة تقول إن احتمال يكون عنده مشاكل في القلب أو إن هو أكثر عرضة لكن ما تقدرش تحلف لنا فهمت بتدي احتمالية يعني بالزبط طيب عايزة أستغل وجودك معي دكتور هاني وتدي للسادة المشاهدين روشدة بأهم النصائح والإرشادات للسيدة الحامل كاتيجوريز من الأدوية تمتني عنها عشان تتجنب زيادة نسبة إصابة المولود بتشوهات خلقية في القلب أول حاجة الأدوية بعض أدوية التشنجات بعض أدوية الهرمونات والغدد الصماء بعض أدوية السكر من عائلة إيه يا دكتور؟ يعني نقدر نقول أدوية من عائلة إيه أو المادة الفعالة فيها إيه اللي نبعد عنها عشان دي تزيد من نسب الإصالة ما أنا مش عامز أقول عشان ما لا عائلة الدواء مش الاسم له يعني العائلة بتاعته مادة الفعالة إيه؟ الأورال هايبو جليسيميكس اللي هي اللي بتقلل مستوى السكر في الدم أدوية المثبتات المناعة بعض أدوية المضادات الحيوية وبعض أدوية الضغط إيه تامي غير الأدوية دكتور؟ والأهم من كل أهم مش بس البيت كاتيجوريس دي أهم حاجة إن أي دواء يتاقد لازم تعرضه على طبيب النساء اللي بتتابع معي دكتور هاني أنا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك عزيزي المشاهدين ومستمرين في لقاءنا الممتع مع دكتور هاني محمود عادل موسيقى شكراً لكم شكراً لكم دكتور هاني خليني أبتدي الفقرة دي عشان عايز أكلم مع حضرتك في موضوع لك خبرة وباع كبير فيه سكوب القلب عايز أعرف في البداية يعني إيه طفل عنده سكوب في القلب يعني الطفل اتولد بجوجود سقب أو فتحة بين الجدار بين الأذنين أو بين الجدار اللي بين البطنين أو بقناة شريانية بين الشريان الأورتي والشريان الراوي دي أشهر السقوب اللي في القلب طيب نقدر نقول إنت بإيه الأعراض اللي بتظهر على المريض عشان نبتدي نشتبه في وجود سقب في القلب بالأخص من التشوهات الخلقية على حسب النوع لو هي وصلة شرينية أو سقب في ميلوطنين وحجمهم متوسط إلى كبير أكتر الأعراض هتبقى نهاجان نهاجان جداً صعوبة في الرضاعة عرق شديد جداً رغم نحنا في الشتة نفس الأعراض بالزبط وعدم قدرة على الرضاعة دي الأساس لكن ما فيش زرقة ما فيش ضعف في النبض في كتير من الأمهات بيبقى عندها خلط فعايز أعرف من حضرتك هل الاعتقاد ده صحيح ولا إن ضعف نمو الطفل ممكن ساعتها نشتبه إنه هو عنده مشكلة سقب في القلب هل ده له علاقة مع بعض نمو الطفل بالسقب في القلب لو الطفل نموه متأخر عن الطبيعي بالذات من الشهر الثالث للسادس غالباً يبقى فيه مشكلة سقف القلب أو كلا أو التنفس لكن وارد جداً يبقى فيه مشكلة فيه سقب كبير في القلب ولسه ما اكتشفش للأسف وهيأثر على نمو ويبقى البيبي كان ماشى كويس أول شهرين ثلاثة وبعدين يبتدى يتضاها يبتدى يبقى فيه نهاجان يبتدى فيه تصارع في دارة القلب يبقى يبقى يبتدى والأم تقول ده أصله بارد أو الرضاعة بعد ما كان مثلاً بيخلص البدونة كلها بيخلص نصها بعد ما كان بيخلصها كلها في ربع ساعة بيخلصها بنصها في نص ساعة عايز حضرتك تحكيلي وتحكي للأستاذ المشاهدين في شكل القصة لما بيجي لحضرتك مريض معها طفلتها أو طفلها وتقول لحضرتك أنا شكة إن إبني مصاب بسجب في القلب تبتدي تعمل عليه التشخيص أو الأعراض اللي حضرتك بتشوفها وتبتدي تشتبه في الموضوع خطوات التشخيص اللي بتاخدها بقية بتكون إيه اللي على أساسها بتكرر وجود السجب من عدمه أول حاجة بالكشف الكلينيكي وبسمع صوت على القلب وبشوف ضربات القلب ومعدل التنفس والنبض في رجليوء دي وبعدين بعمل موجات ساطية على القلب أشوف أتأكد السجب وأتأكد حجمه قد إيه وتأثيره قد إيه على بقية أجزاء القلب وقابليته إن يقدر نقفله بالأسطرة ولا لأ لو في سن سن يسمح بكده أو إن غالباً ده شكله من أنواع اللي هتنفع تتقفل بالأسطرة ولا غالباً هيمشي في سكة الجراحة وساعات بنحدد ده قدام شوية لكن دي أول خطوة وبعدين بنعمل رسم قلب مبدئي بحيث نعرف إنه هل فيه أي اضطراب في كهرابة القلب مع مصاحبة ولا لأ وبطلب منها تعملي أشاعة للصدر بحيث أشوف درجة تأثر الرئة بالسخبة دي طيب خلينا أسأل حضرتك لو طلع الطفل مش في السن المناسب لعمل أسطرة في البداية عايز أعرف إيه السن المناسب اللي على أساسه من قرر إذا كان الطفل جاهز للأسطرة أو لا ولو إحنا مش في المرحلة دي عبال ما ننتقل لمرحلة عمل الأسطرة هل منها تعتمد أسلوب مثلا الأدوية ولا بيكون الوضع إزاي مع الطفل؟ هو السن المناسب لعمل الأسطرة بيعتمد على حاجتين هو الطفل محتاج إن إحنا نتدخل ميكانيكيا سواء بالجراحة أو بالأسطرة للطفل ولا إن شاء الله ممكن جدا مع شوية أدوية ومع المتابعة يقفل أو يبقى حاجم صغير ما يحتاجش أي تدخل والحاجة الثانية اللي بتخلي القرار إن أحسن أنسب وقت وحجم إن الطفل نقفل هذا السخب لو إحتاجنا إن إحنا نقفله يبقى أنهي أنسب وقت بالنسباله بحيث يبقى نقفله بأقل خطورة وبأكتر نسبة نجاح مثلا سقوب البين أذنين بنقفلها من 3 إلى 5 ساعات أو أدبس في أطفال بنحتاج نقفلهم عند السنة السقوب البين البطنين بنقفلها عند 5 سنين ل 6 سنين طيب بذكر حضرتك إن في بعض الأطفال بنحتاج بعد سنة بالزبط إن إحنا نعمل لهم إغلاق لسقب القلب في دراسة بالنسبالي كانت مفرحة جدا من الفريق الأعداد بتقول إن سقوب القلب ممكن بعد سنتين بيتم إخلقها من تلقاء نفسها عند الطفل والنسبة بتتعدل 50% هل كم ده صحيح؟ حقيقة حاولي 50% من سقوب القلب المختلفة بتقفل لوحدها من غير أي حاجة يمكن سواء بمساعدة بشوية أدوية أثناء لغاية ما تقفل أو من غير ما تأكد حتى أدوية بتقفل في خلال أول سنتين ثلاثة في العمر دكتور هاني أنا عايز حضرتك تشرح لنا غلق سقوب القلب ما بين الأذنين زي ما إحنا شايفينا على الشاشة في الأنيميشن تفضل بيكون إزاي الخطوات يا دكتور اللي في داخل الغرفة؟ نبدأ بندخل بالأسطرة من الفخت وبنحقن حقنات وبنقيس ضغوط في حجرات القلب المختلفة وبنقيس أثناء الأسطرة أثناء وإحنا في الأسطرة بنقيس بالموجات الثوتية نتأكد إن القياس الصغب زي ما هو أثناء قبل ما ندخل الأسطرة وبعدين بنحتاج الموجات الصوتية عشان ترشدنا وإحنا بندخل الجهاز اللي بنقفل بيه الصغب بنحط الجزء الأيصر من الجهاز في الأول وبعدين بنحط الجزء الأيمن من ناحية الأزين الأيمن ونقفل ومنطمن الجهاز المكانه كويس وكل حاجة كويسة بنفك الجهاز ونسيبه ونطلع من أسطرة برا الجهاز هل بيكون في أي مضاعفات بتظهر على المريض ما بعد العملية؟ يعني إنت نقدر نقول العملية نجحة بنسبة 100%؟ طبعا كل حاجة بإذن ربنا وتوفيه ولكن يعني في أثناء الأسطرة الواحد بيبقى فوق التسعة تسين ثمية متأكد بفضل الله أن الأسطرة ناجحت والصغب بتقفل تماماً طيب خلينا نتكلم عن تكنيك مختلفة إغلاق السجب باستخدام الوصلة الشريانية بيكون إزاي؟ إغلاق الوصلة الشريانية إغلاق السجب في الوصلة الشريانية ده بيكون إزاي؟ عايز أفهم خطواته بالزبط لأنني بالنسبة لي ده موضوع جديد تماماً علي فالخطوات بتكون إزاي بالتفصيل؟ ده على حسب إحنا الوصلة الشريانية هنقدر نقفلها بلولب معدني وهي بتبقى ما تبقى حجمها أصغر أو هنقفلها بجهاز ومشابه للجهاز اللي بقفل به سكوب بين الأذنين وبين البطنين طبعاً لو في الحالتين إحنا بنحتاج إن إحنا ندخل من الوريد والشريان الفخدي للطفل ونعمل برضو حقنات بحيث نشوف الوصلة بالأسطرة غير إن إحنا شفناها قبل كده بالموجات الصوتية وناخد إياساتنا كلها ونكون غالباً بنبقى مقررين قبل هنقفلها بأنهي جهاز بس بنتأكد من قراراتنا وبنحط اللولب المعدني لو هي صغيرة وبرضو نتأكد إن ما كانوا كويس ومبسوطين من نجاحها المبدئي ونقوم نفكه ونفك الأسطرة منه ونطلع الأسطرة برا الجسم أو لو هنحط الجهاز اللي بنقفل بي الوصلة الشريانية في أحجامها الكبيرة بنحطه برضو نفس الشيء ونتأكد بالحقنات وبالموجات الصوتية إن كله لو مكانه كويس وإنه مش عامل أي مشاكل ولا حاجة نقوم نشيل الأسطرة ونبقى أنجازنا المهمة طب لو إحنا حبينا نعمل كومبارزون ما بين الطريقتين نقدر نقول إغلاق السكوب بالوصلة الشريانية بيكون أأمن؟ من الجراحة أظهرت هو الأسطرة وغلق الوصلة الشريانية بالأسطرة بقى لها أكتر من 30 سنة تمام غلقها أو أفلها بالجراحة بقى لها أكتر من 60 سنة غلق الأسطرة المجوريتي دلوقتي بيبقى استخدامها للأسطرة ولا للجراحة أكتر من 90% تتعمل بالأسطرة بالأسطرة طيب نقدر نقول إن الأسطرة بتكون أفضل بكتير من الجراحة التقليدية يعني أأمن مثلا نسبة الكفاية أعلى هل نسبة نجاحها بتكون أكتر؟ هقولها رائع حاجة هي كل الجراحة في القلب مهمة جداً وهتفضل مهمة جداً لغاية 100 سنة قدام الأسطرة ما تغنيش عن الجراحة أبداً لكن الأسطرة ليه أهمية في حاجات معينة نستغنى عن الجراحة في حاجات معينة يعني الوصلة شنية 90% من حالاتها دلوقتي نقدر نقفلها بالأسطرة السخب بين الأذنين 90% منه نقفله بالأسطرة السخب بين البطنين 50% منه بس نقفله بالأسطرة يعني نقدر نقول إن إحنا بنعتمد في استخدام الجراحة لما نجي نعمل إغلاق للسخب بين البطنين صحي كده؟ نص الوقت في نص الوقت والقرار ده مهم قوي إن إحنا قبل ما ندخل أسطرة بنبقى عارفين نقول إحنا ما فيش ده إن إحنا نحاول بالأسطرة دي غالباً هتحتاج جراحة الناس عمتاً في المجتمع المصري واخدين فكرة عن عمليات القلب بالذات موضوع الأسطرة وسكوب القلب إن أنا ابني في خطر كبير إن أنا احتمال إن أنا ابني لقدر الله يتوفى بيبقى نسبة ريزك عندهم عالية جداً ما يعرفوش إن الطب بدلوقتي تطور وصلنا لزي محضرتك بتقول إن نسبة النجاح بتتعدل 50% من تلقاء نفسها والموضوع وصل بالزبط وكمان حاجة بتقول إن في غرفة العمليات بقى فيه تيكنيكس جديدة بتضمن السفتي للمريض طيب إيه المعلومات المغلوطة اللي بتكون عند الأمهات وعند الولادين بشكل عام اللي نقدر نصححها في المجتمع بالنسبة لسكوب القلب أول حاجة إن للأسف دي منتشرة جداً إن سكوب القلب لو تتقفل بالأسطرة ممكن ترجع تاني ده ما بيحصلش أبداً تاني حاجة إن سكوب القلب تحتاج إن إحنا نقفلها تاني بالأسطرة برة تانية ومرة تالتة كل ما الطفل يجبر بعده ده مش حقيق تالت حاجة إن مضاعفاتها أكتر لا طبعاً هي مضاعفاتها أقلم كتير لكن في نفس الوقت هي مش عملية بسيطة هي مش هنقص ضوافر ولا حاجة عشان إحنا بنعمل العملية جوه للب الطفل وهو بيتحرك من غير من غير ما نفتح قلب الطفل فطبعاً محتاجة قليل من المهارة يعني أنا قفل من حضرتك كده إن لكن مضاعفاتها الحمد لله ليه لا قوي يعني إحنا نقدر نقول إن مفيش عمليات قلب مفتوح تاني للأطفال بعد ظهور الأسطرة واستخدامها نقدر نقول هل نقدر نتبنى المصطلح ده ولا في بعض الحالات اللي هي سيركمستانسيس معينة أو ظروف محيطة بالحالة فلازم قلب مفتوح هو طبعاً ده أمل طبعاً كبير قوي وأمل إن يبقى فيه أدوية ومن يحتاجش ولا حتى الأسطرة إن شاء الله لكن الحقيقي إن أغلبية أمراض للقلب الحلقية المعقدة زي نعكاس شرين أو ضمور جزء من القلب الكلام ده لازم هتحتاج جراحة ومش في ظرف 30-40 سنة هتتغير الكلام ده بالأمانة السقوب القلب تقريباً ما نعيني نحسبهم على بعضهم كلهم عشان سقبل بين البطنين ده 30% من سقوب القلب فنسبته كبيرة فنقول إن 50% من كل سقوب القلب بنقفلها بنجاح تام بالأسطرة و50% بتتقفل بالجراحة أنا فهمت من حضرتك إن الأسطرة لا تغني عن الجراحة ولكن نقدر نقول إن بنسبة للأغلبية العظمى بنستخدم فيها الأسطرة أنا بس عاوز أهضح حاجة هي لتغني عشان المفاهيم المغلوطة هي لتغني مش إن إحنا الأسطرة اللي نعمل الأسطرة هنحتاج لجراحة لا هي لتغني إن إحنا نقول إن كل حالات القلب للسقوب مش هحتاج جراحة لا لكن الحالة لتغني أسطرة وبعض منها نجاح مقاطع نظير يعني طيب ما بعد عملية الأسطرة بالقلب وإغلاق السقوب عايز أعرف من حضرتك روشتة بأهم النصائح والإرشادات لكل المرضى وسادة المشاهدين اللي بتفرجوا علينا دلوقتي ما بعد العملية إزاي يقدر المريض يتتابع أو يبتدي يمارس حياته بشكل طبيعي هل في مثلا روشتة بأهم الإرشادات نصائح أسلوب الغذاء بتاعه هل بيختلف نشاطه اليومي إحنا هنتكلم على سقوب القلب آه ما بعد ما بعد الجراحة عشان بقيت أساطر القلب المختلفة دعمات أو حاجة في الأطفال لها لا أنا بكلم حضرتك في السقوب آه بالنسبة للسقوب المفروض تاني يوم يروح بعد يومين ممكن يروح الحضانة أو المدرسة ويلعب عادي ما يضربش شقلبازات أو يضرب غطس قبل ثلاثة أسابيع لو شاب كبير أو إنسان بالغ عنده سقوبه أفناه بالأسطرة ما يسوقش على عربية قبل ستة أسابيع دي أول حاجة تاني حاجة الأكل عادي جدا من نفس يوم ما يسوقش على العربية لي يا دكتور ما يسوقش على العربية لي آه يعني ليه يعني هل مثلا بيجب ده بيتسابب في الضغط عليه عشان وارد إحنا ليه ما منضربش غطس ليه ما منضربش غطس الأطفال منقوله ما منضربش غطس أو شاء الله بساطة عشان الجهات المفاجئة عشان قد قد يتحرك الجهاز تحرك صغير جدا آآ نفس الشيء في الكبار بالذات لو صخب كبير جدا آآ لو هو مسائق العربية وحصل فدأة فرمالة جامدة آآ قد تحصل مشكلة تمام ثاني حاجة أن التركيز للسئة العربية والرد فعل ما بيبقاش مية في المية طيب إيه تاني من الإرشادات يا دكتور آآ الأكل من نفس يعني بعد ست ساعات من العملية يقدر يأكل اللي هو نفسه فيه ما متبقاش أخذية معينة كله عادي تمام على حصل يعني لو طفل مثلا أنه وصله شمية قفلينه وعنده أربع شهور هيرضع مش هيعمل حاجة غير كده آآ لو طفل عنده سنتين يأكل عادي طبعا مش هنأكله أكل تقيل عشان هو أكيد لسه طالع متخدير آآ والحاجة الثالثة المهمة أنه لو سقوط بين الأذنين أو بين المطنين لازم يمشي على آآ مضادات التجلط بالنسبة للأسبرين آآ لمدة من ست شهور لسنة أنا بفضل خليها سنة ولو هيروح لدكتور السنان أو مثلا لو طفل هيعمل مثلا آآ آآ عملية لحمية أو عملية لوز يأخذ مضادات حاوي ساعة قبل الإجراء أيوة وست ساعات بعد الإجراء الحكاية دي هتستمر الاحتياطيات ده هي هتستمر لغاية مدة سنة بعد غلق الصورة بس ما فيش غير الإجراء ده يعني ده أنه هو بيمارس الحياة وبشكل طبيعي جدا مع ده الإجراء ده صح جدا؟ طمام دكتور هاني أنا ساعة جيد لقاء مع حضرتك أعزائي المشاهدين وده كانت نهاية حلقة النهاردة من برنامج دار الطبيب الموسم الخامس على قناة الصحة والجمال انتظرونا في حلقات أكتر مفاجهات أكتر كل يوم أربع الساعة الواحدة زهرا تس بحونا على خير